السلام عليكم ورحبكم مع ايام الجديد ووصفة جديدة اليوم سوف نقدم لكم الريد فيلفت اللي جون عليها طرابات بزاف سوف ندرها بطريقة مختلفة تماما على الوصفة الأصلية بالنسبة للكيك سوف نوجده بدون زبدة و بدون بايد و بدون فرن كذلك كما سوف ترون معي في وسط الفيديو الكريمة أو الحشوة اللي سوف ندرها بالجبن و سوف نعطيكم البدائن للحشوات أخرى نتمنى تعجبكم مصفة اليوم تابع الفيديو الأخير و فرجة ممتعة و سوف نبدأ في تحضير الكيك سوف نحتاجه في 8 ماء كبار السكار أو كأس عنب السكار سوف نحتاجه بين 4 ماء و 300 جرام الماء بالنسبة لكمية الماء سوف تختلف على حسب نوعية الدقيق هنا في الأول ترابعة الماء سوف ندره رشيشة الملح و تقريباً مع الكوكبار الزيت اللي هما كسل ربع عنب الزيت و سوف ندره معلقة صغيرة سائل فاني أو كيس سوف نخلط هذه المكوينة جيداً و سوف نجعلهم جانباً و سوف نعطيكم باقي المراحم و سوف نضع ثلاثة الكوكوس عنبه 300 جرام سوف ندره معلقة كبيرة عامرة بودرة الكاكاو هنا يوجد أكياس الخميرة حلويات 8 جرام و سوف ندره أربعة معلقة صغيرة الملون غذائي أحمر الزيت الزيت و سوف نخلطها مع الخليط الأول و هذا هو القوام الخليط في الأول سوف ندره على حسب نوعية الدقيق و سوف ندره 50 جرام و سوف ندره 50 جرام و سوف ندره ندره و سوف ندره و اثناء نخلطه الكاكا والقوام سوف ندره و أثناء و سوف نقوم بإثناء التقوام و سوف ندره سوف نقسمهم على ثلاثة هذه العملية تساعد حجم الكيك في نفس القياس يعني يأتي القطع كلهم في نفس القياس هنا من بعد ما نقسم الخالط سوف نقوم بأخذ طيفال أو مقلة التي لا تستطيع هنا اخذت مقلة تهنتها بالقليل من الزبدة تهنتها في الأول فقط بالنسبة للقطر هي 22 سم تهنتها في الأول فقط و نضيفها على النار بالنسبة لي أنا لدي مقلة خفيفة و أخاف أن الخالط سوف نقوم بعمل هذه الأداة التي سوف نستعملها إذا كانت لديكم مقلة تقيلة ممكن أن نضيفها مباشرة فوق النار لا تخافوا أن الخالط سوف نقوم بالتحرق هنا سوف نقوم بأخذ كمية نحاول نقوم بصوص المقلة ثم نضيفها على النار ثم نضيف الخالط سوف نضيفه على النار و نضيفه مباشرة و نعطيه على النار نريكم طريقة بإمكانكم أنه طب و أخذنا سوف نجد معكم السرول و أخذ السكر كمية تكون الكاس كبير و صغير كمية تدري كاس الماء و الغرب و السكر كمية تدري كاس سكر الفاني أو سائل الفاني أو قطارات من عصر الحامل نضيف هذه المكونات على النار تقريبا مدة 10 دقائق تكيوز إلى 1 درجة الغلايان و يبدأ سائل تختار قليلا كمية تختار قليلا بالنسبة للطريقة التي سوف نعرف بها الكيك كما يجب عليكم من جناب كيبا نشف و من الوسط و من الوقت الماء سوف نضيف كمية تختار قليلا حتى نرى كل من المجهة أو كمية تجربة من وجهة و نزوله من على النار و سوف نضيفها كما كيبا لكم كمية تختار قليلا لحدي سيناب كثيرة و مضيف مقرأ بكل سهولة الغلاة تجربة لكم وzers US سوف نضيف المقرة قبل أن نخلق الخليط اضيف terms تنضيف المقرة بنعيد المقرة سوف تجمع لكم في الوسط و لا تستطيع ان تسرحوا هذا الشعر ضروري انكم تبردوا المقلعة لتخبروا في الخليط كما يجب عليكم السيرو سوف تقصد كمية السيرو و سوف نجعله جانبا حتى يبرد من بعد سوف نستعمل هنا سوف نطيبوا الكمية الثانية و سوف نطيبوا الكمية الثالثة و سوف نقصدوا طريقة للزين و هذه القطعة لنا 3 وجدتوا و احد مهمة لا نقص عليها في الاول و يجب عليكم ان تقصدها على أقصى درجة يعني ان تقصواها بثافة و اجعلوا الكيكة لكم على نار التي تكون مهيلة لكي لا تحرق لكم من التحت هنا من بعد ان تقصدنا القطعة 3 سوف نقصد سخكل او إطار لان سوف نقطع بهم هذا الجناب لان الجناب يأتي قليلا على الوسط و سوف تحاولوا ان تحيدوه و سوف نقصد الحشوة نحتاج فيها 150 جرام جوفل الكريمة و سوف نقصد الحشوة بالنسبة للكريمة السائلة استعملت هذه النوعة للتمنديل ورخيص سوف نحتاج فيها 300 ميلي الكريمة هذه العلبة التي قلت لكم سوف نقوم بتمنديل 20 درهم بالنسبة للجوب الكريمي ممكن تعاوضه بأي جوب نبغيته إذا كانت لديكم جوب نتكيري أو ممكن تدري هذا الحق الجبلي يعني أي جوب نتوفر عندكم في الأول نخفق الجوب نبغيته ومن بعد نضيف الكريمة يضرر أن تخفق الجوب نبغيته حتى تحلل دكتلات التي يكون فيها بعد ذلك نضيف الكريمة السائلة ونخفقها في جوج نضيف نصف الكيمية السائلة ومن بعد نضيف كاس عنب 100 جرام السكر ونضيف نصف الكيمية الثانية من المصف الكريمة والمصف الكريمة ونضيف المكوينة جيدة حتى يضعف الحجم ونحسس على كريمة التي تكون متماسكة بالنسبة لها الكريمة من فيها الشيء من المصف الكريمة يعني كريمة بدون سكر هنا أنا كان نضع دعوة كتضع الكريمة كل الوجه myth و新 camel لا تزيد الحجم حتى Supreme من المصف الكريمة من المصف الكريمة من المصف الكريمة نحصل على كريمة لتناسكة إذا تريدوا كريمة أن تضعها مميزة جيدا قبل أن تكون كريمة بردة أحدكت واتطربها لتعدي وأكون موقفاً جيداً سننصل إلى المرحلة الأسئلة لا أفهمت كيف أفعل المقطع الأول بالنسبة للطريقة سوف تكون واضحة نفس الطريقة التي نفعلها في الطبقة الأولى هي نفسها التي نفعلها في الطبقة الثانية وهي نفسها التي نرى معه في الطبقة الثالثة اضع القطعة الكيك اضع القطعة الكيك يجب أن يكون هناك سنين يجب أن يكون جيدا يمكن أن تفضل أي شيء متوفر لكم يمكن أن تفضل فقط طبقات الكاك و تفضل في الوصف الكريمة و كما نقول لكم ، يجب أن يكون على حسب الرغبة و على حسب المتوفر لكم في البيت هذا هو الشكل النهائي الكاك سوف نضيفه في طبق التقديم و سوف نزيل وجهه و سوف نضيفه في طبق التقديم و سوف نضيفه في الوجه وصلنا إلى آخر الفيديو بالنسبة للكاك كما قلت لكم ، طريقة مختلفة تماماً بدون زبدة و بدون بيض و كذلك بدون فرن حاول أن تفضل طريقة الاقتصادية و في نفس الوقت تجربتها سوف تعجبكم كذلك بالنسبة للحشوة قص detach في كريمة نيطة تفضل كريمة شانتية دعو가� هذه كريمة خليت لكم الراحة وإلى فيديو قادم إن شاء الله